استقبل وزير الطاقة مصطفى قطوني الرئيس المدير العام لمجمع جنرال إليكتريك جون فلانري وبهذه المناسبة شدد وزير الطاقة على الأهمية التي تمنحها وزارته لتطوير الشركات بين الطرفين التي ترتكز على مشاريع دمج تمكن من تقنيات التكنولوجيا والإنتاج ونقل المعرفة والخبرة وفي هذا الصدد رحب الطرف بالشركة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين مجمع جنرال إليكتريك والمجمعين الوطنيين سونطراك وسون الغاز كما قيم الطرفان أيضا الحالة المبدئية حول المجمع الصناعي العملاق جي أعتي بالشركة مع مجمع سون الغاز لتصنيع توربينات الغاز والتوربينات البخارية المولدات وأنظمة التحكم في باتنا وكذلك لإنشاء مشروع مشترك بين سونطراك وبيكر هيوز تهدف إلى تشغيل وصيانة مجمع صناعي الذي سيكون موقعه في وهران لتصنيع وبيع تجميع المنتج خصصة لأنشطة النفط والغاز مثل حفر الأبار وإنتاجها موسيقى